تيارت والمناطق المجاورة لها من نقص المياه رغم توفر المنطقة على وديان وحواجز مائية تبقى غير مستغلة نتابع تفاصيل مع دير بن داوت تعتبر منطقة القلتة جنوب بلدية الفايجة بيتيارت من المناطق التي تنتشر بها عدة وديان وحواجز مائية تبقى لحد الساعة غير مستغلة وترسم معاناة فلاحي المنطقة مع نقص مياه السقي في ذل إهمال هذه الموارد المائية منطقة في لاحية هنا ورقب لها كما ديرين الجور ديرين الزوائل ديرين البحير ديرين كلش بالصحة الماء عادي ضيئنا الميضة عباطل وهذا الواد رح يجيب من منطقة حتى 30 كيلو ربعين كيلو ميت حتى للمنطقة البلدية الفايجة من هؤلاء هؤلاء يجي المهاذا يضيئ يروح يديروا بواما ويخرجوا كل هؤلاء يخرجوا لبلاد وينتجوا الفلاحة وينتجوا الخضراء وينتجوا اللي يحبهم بلك يشد 6 شهر ولا عامك وكان يزيروا ونحن نصلحوا معهم نحن نعاون ونخدمه نحن عدنا المتريال ونخدمه عدم الاهتمام بهذه الحواجز المائية عكس تعرضها إلى التلوث مما أصبح يهدد محاصيل الفلاحين ومواشيه بعدما أصبحت قناة الصرف الصحي لإحدى القرى تصب مباشرة في هذه الوديا فبين التلوث الحاصل أمام أنظار الجميع وعدم استغلال تجمع المياه بهذه المناطق تبقى هذه الوضعية بحاجة لتدخل المسؤولين لوضع حد لخطورة تهدد سكان المنطقة وموارد عيشهم